في البداية ومن باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إحنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في مصر بما لم يكرم بي أي منطقة في الدنيا منذ أن خلق الله أبونا آدم في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس يطوى سنت كاترين هنا في مصر ومن ساعة ما يا ربنا سبحانه وتعالى تجلى للمرة الوحيدة على الأرض كانت هنا في سنت كاترين في مصر ومن وقتها بتظل سنت كاترين لها مكانة خاصة في قلوب ناس معينة من المريدين والمهتمين بالسياحة اللي من النعدة سنت كاترين كنز مصري أصيل وكنز عظيم وتراص لا يمكن الغفاله أبدا في الحديث عن السياحة في مصر وتحديدا السياحة الدينية والسياحة العلاجية لما يكون عندنا كنز يبقى لازم يكون الاهتمام به شيء من أولويات الدولة من هنا كان اهتمام القيادة السياسية من 2021 في إطار تنمية سيناء بواجه عام هو الاهتمام بمنطقة سنت كاترين ومشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد مدينة سنت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مستهل طبعا زيارة بتشمل عدد من المشروعات السياحية في محافظة جنوب سيناء رئيس الوزراء كمان تفقد مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة وتفقد كمان مشروع إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ممكن معانا الصور بتقول اللي تم النهاردة في الزيارة كل دا كان ضمن خطة تطوير المنطقة السياحية بمدينة سنت كاترين